ملاحظة تنظيمية في البداية هذا الفيديو تم تسجيله في الأصل باللغة الألمانية وتم الترجمته بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى هذه اللغة ما تتردد في إبلاغي بأي أخطاء في الترنشن بس في الترجمة باستخدام التعليقات أسفل الفيديو هيا بنا الآن هل ترغب في القدوم إلينا من الخارج لدراسة الماجستير في علوم الحاسوب والأعمال في ميرسي بورج؟ هل تبيش الدهول في مجال التكنولوجيا الرقمية والانتقال من تخصص آخر إلى إدارة المعلومات الاقتصادية؟ ثم لدي خبر لك من الجيد سماعه تتلقى الكثير من الإعلانات من ألمانيا وقليل من التحذيرات والنصائح العملية لمشروعك وقد لاحظت دارة تبادل الأكاديمي الألمانية ذلك في أبحاث تكميلية في إطار المرافقة النوعية تم اكتشاف مشروع سيسابار أنه يتم الترويج أكثر للمواقع الدراسية في ألمانيا بدلا من تقديم معلومات عنها يعني زيك أن العديد من فوائد وجوانب الدراسة سيشيناه الدراسة في الخارج الجذابة معروضة باكس أن الأن بيتم تناولها كثيرا ما يعني حقا الدراسة في ألمانيا أي تحديات عملية تنتظر الشخص أو ما يمكن أن يتوقعه بعد التخرج باختصار ما أدي كيلس معه عن العقبات الجهود والمعاناة اللي تنتظره لذلك زيتر كالعديد من الطلاب الأجانب دراستهم وأكد هذا البيان من تجربتي الشخصية مع الطلاب غير التقليديين من الخارج حاليا بشكلهم حوالي 80% من طلابنا معدل الرسول بين 20% للماجستير وت 90% للبكالوريوس دلما هو موضح هنا في الإحصائية هنا على هذه القناة نقدم لكم معلومات واقعية حول دراستكم وليس تسويقا هذا يساعد في التحضير للدراسة منذ اليوم الأول من رحلتك الطويلة ألا تريد سماع ذلك؟ ثم استعد الرحلة إلى الجحيم في الجحيم تحترق نار الجحيم باستمرار إذن دراستك لدرجة الماجستير هتكون في المنطقة الحمراء مش أعني بالمنطقة الحمراء في إدارة الطوارئ يعني تعديل مناطق الحمراء مناطق غير صالحة للسكن معرضة لإنهيارات الطينية أو الثلجية أن استخدامها الدائم غير ممكن أو يتطلب جهدا غير متنيسب هذا يعني أنه في دراستهم بحيكونون دائما مثقلين في المنطقة الحمراء ويخشون دائما الفشل المنطقة الحمراء تعني الدراسة بشكل دائم الوضعين في المنطقة الحمراء أنا تسلك الطريق الأكثر انحدارا والأكثر صعوبة للحصول على درجة الماجستير هناك أربعة مميزات للدراسة في المنطقة الحمراء ذقافة غريبة لغة جديدة مجال دراسي جديد وجامعة جديدة إذا اجتمعت العوامل الأربع معا بس تكون بالتأكيد في المنطقة الحمراء إذا انطبقت عليك عامل أو عاملين أو ثلاثة فهذا قد يكون متعبا لك في بعض الأحيان عندما تؤثر عليها أربعة عوامل في نفس الوقت زيكون ذكا طريقها المؤكد إلى اليأس الدائم دون تقديم المشورة في هذه القناة هنا وهذا هي الشكل اللي يبدو عليه سعلا لما تدرس في المنطقة العالية احذر هتكون الأمور صعبة الآن جلب محمد شهادت باكالوريوس في علوم الكمبيوتر من إفريقيا قبل ثلاثة فصول دراسية بدأ درجة الماجستير في نظم المعلومات الإدارية في ميرسي بورك كطالب تحويل حتى الآن أكمل نصف فصل التكييف يحضر المحاضرات بانتظام لكنه يفهم القليل ولا يتحدث كثيرا مامي شارك لم يشتز أي اختبار منذ الفصل الدراسي الثاني غالبا ما يكون مكتئبا وبدون هدفها كاسمين حصلت على درجة الباكالوريوس بمعدل فوق المتوسط درست الهندسة في بلدها الأصلي في الشرق الأوسط كانت الأفضل هناك لقد كانت معنا بالفعل لثلاثة فصول دراسية إنها هادئة جدا لا تحب العمل الجماعي والعروضة التقديمية العديدة هل ما زال ينقصك بعض متطلبات التكييف نادرا ما تحضر الصفوف ولغتها الألمانية أسوأ مما كانت عليه في البداية جالين جاءت إلينا من الشرق الأقصى قبل فصلين دراسيين حصلت على باكالوريوس في العلوم الاقتصادية كونت صداقات جديدة وتكسب مالا تكسب عيشها من وظائف جانبين لغتها الألمانية جيدة جدا مش عندها مشكلة مع الممتحنين باستثني واحدة في مدة البرمجة هي ما يتفهم شيئا بالمناسبة ما دا ينطبق على العديد من اللي يغيرون مجالاتهم لكن هذا يهدد أيضا نجاحك الأكاديمي بالكامل الأشخاص الثلاثة ووضعهم بالطبع خياليون تماما لكنهم يصفون الإرهاق المعتاد في المنطقة الحمراء لقد أجري التقييمة نم نونشين من طلابنا الحالين في ماجستير المعلومات التجارية يعيشون في المنطقة الحمراء من يدرس في منطقتنا الجبلية يحتاج حاليا إلى ضعف متوسط مدة الدراسة من أربع فصول تصابح ثمانية فصول دراسية دا يكلف المال والأعصاب حتى الآن فقط طالب واحد نجح في اجتياز المنطقة الحمراء في المعلوماتية التجارية بالمناسبة كان من المغرب حتى أنه أنهى دراسته في الوقت المحدد وفكر بشكل عفوية في شجرة التفاح الصغيرة اللي عندنا في الحديقة واللي يمتفويني على تفاحة جميلة واحدة فقط دا العام حقيقة أخرى عندنا حاليا ثمانية وابعين متقدما للفصل الدراسي التحضيري في فصل الشتاء الفين وارو عشرين وفين 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 وعشرين تمامين في المئة من هيلة يتوجهوا مباشرة إلى المنطقة الحمراء لما يسجلوا معنا عند البدء في مشروع طويل ومكلف في الخارج فإنك تبحث عن الكثير من المعلومات بدقة ما يحصل المروة أيضا هنا على فرصة للتفكير في العديد من محطات اتحادية تعلم اللغة الألمانية الحصول على شهادة اللغة الضرورية اختيار الماجستير توضيح التمويل والتقدم بطلب للحصول على مكان في الجامعة التقدم بطلب للحصول على تأشير الطالب التسجيل في الجامعة السفر إلى ألمانيا البحث عن سكن جدم طلب تصريح الإقامة بعد ذلك فقط إذن يبدأ الدراسة الفعلية في ميرسي بورغ للتأقلم مع الجامعة بشكل طبيعي وتلبية مطلبات التكيف حضور الفصل الدراسي الأول ثم الثاني وإكمال تدريب عملي ثم بالطبع كتابة العمل النهائي والدفاع عنه وبالطبع الاحتفال أيضا لكن الدراسة العلمية أظهرت أن التحضير قبل الوصول إلى ألمانيا غالبا لا يتم إعطاؤه الاهتمام الكيفي إذن ما هي رسالتي لك هنا؟ بغض النظر عن من أين تدي ومدى استعدادك نحن نرحب بك في جامعة ميرسن بورغ ولكني لن أعم بأي تسويق على هذا القناة ولن أثير أي توقعات زائفة هذا لا يساعدهم على الإطلاق بدلا من ذلك يحصلون على حقائق غير مريحة وانطبعات صادقة نأمل أن تتمكن من الحصول على فكرة جيدة عما سيأتي دعونا نرس نناقش هذا على القناة هنا أيضا يابعا متكون متشن منك استعداد وانتشن وانك تناسب هذا المكان يابعا متكون مستعدا للدراسة في المنطقة الحمراء ثم سنحتفل قريبا بنجاحهم في نهاية الدورة هل تجدون مثل هذه الحقائق الصريحة حول الحياة كمتخصصين في الماجستير في المعلوماتية الاقتصادية في ميرسي بورج مفيدة؟ يرجى إعطائي ملاحظاتك في التعليقات يمكنني فهم تعليقاتك مباشرة على فكرة باللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية إذا كتابت بلغات أخرى بأستخدم الزكاء الإصطناعي للترجمة والرد في النهاية أدعوكم بحرارة لترك إعجاب واشتراك لك لا تفوتوا الفيديوهات القادمة حتى لا تفوت أيا من الحقائق الصعبة ولكن المفيدة حول انتقالنا إلى درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر وإدارة الأعمال في المستقبل مع السلامة وأنا أتطلع إلى ملاحظاتكم في التعليقات